أثار مقطع فيديو تم تداوله على تطبيقات التراصل الفوري يوثق لإقدام شاب على تجريد فتاة من ملابسها والتحرش بها بالشارع العام بمنطقة بخالف بمدينة طنجة النقاش مجددا حول موضوع التحرش واللباس الفاضح وكما وقع في محطات سابقة فقد حملت كثير من المنابر الإعلامية والجمعيات الحقوقية المسؤولية للشاب المتحرش فقط معتبرة أن النباس الذي كانت ترتديه الفتاة في الشارع العام يدخل في إطار الحريات الفرضية فيما كانت مقاربة بعض الفاعلين على شبكات التواصل الاجتماعي للموضوع أوسع حيث اعتبروا أن كل من التحرش والعري جريمة لا حرية شخصية مؤكدين أن ثقافة العري من الأسباب المفسرة للتحرش ديون شك لإفضائها إلى السعار الجنسي المميز للحضارة المعاصرة ولم يغفل النشطاء الإشارة إلى أن جريمة التحرش يتقاسمها الطرفان فكم من رجل وقع ضحية تحرش امرأة وكم من عفيفة لم تسلم من الذئاب البشرية هذا وسبق أن ذكرت إحصائيات صدرت عن موقع World Population Review في سنة 2020 أن المغرب يصنف الثاني عربيا في معدلات حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي ووفق النظرة العلمانية للكون والحياة والإنسان فواقعنا اليوم يدفع بشكل كبير نحو التطبيع مع الماديات وإقصاء الأخلاق والقيم والحياء والعفة التي يعتبرها موروثا ثقافيا ودينيا يحول دون تمتع الإنسان بحريته وهذا أمر يمكن لكل متابع أن يراه ويدركه في ميادين التعليم والإعلام والثقافة والفكر والفن والسينما وأغلب من يتحكم في القرار السياسي ومن يملك النفوذ في الحقل الإعلامي ينظر لموضوع التحرش من زاوية لا دينية ويعتبر الضوابط والحدود التي وضعتها الشريعة الإسلامية لضبط سلوك الأفراد والمجتمعات رجعية وظلامية وخلاصة القول أننا نحتاج إلى مقاربة موضوع التحرش بعيدا عن سلطة الثقافة الغالبة التي تسببت بالأساتف هذا الانحراف فدول الغرب المتقدمة ماديا على الرغم من ارتفاع معدلات الوعي والتعليم والرفاهية إلا أن مؤشرات الاختصاب لا زالت تسجل عندها مستويات قياسية فما لم يوقن الإنسان أن الله يراه وأنه مطلع على صغير عمله وكبيره وأنه سيسأل يوم القيامة عما قدم وأخر فهذا لا ينتظر منه بحال إن نزغته الشهوة أن يقول معاذ الله بل سيستعمل كل الأساليب للوصول إلى مبتغاه لأنه باختصار غيب لديه الخوف من الله والوقوف عند حدوده ولقن بأن تصريف الشهوة حرية فردية اشتركوا في القناة